بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين وعلى أهل وصحابة أجمعين أعزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات المتابعين ومتابعات المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغات العربية في هذه الحصة ننجز التطبيقات الكتابية صحة 157 من الوحدة الخامسة أولا أقرأ الفقرة كانت الغابات منتشرة في ضواح قريتنا الهادئة وكانت الطيور آمنة في أوكارها والحيوانات ترتع في جنباتها وكنا نحن ننعم بهواء نقي وبعد سنوات اجتثت الحفارات والجرافات أغلب أشجارها فهجرتها الطيور وصارت الحيوانات مكشوفة ولم تبقى هذه القرية كما كانت سرت حزينا على قريتي لهذا فكرت في إنشاء جمعية للحفاظ على البيئة إذن قرأت النص قراءة متأنية السؤال الثاني أتعرف معنى اجتثت هل هي اقتلعت أو قطعت أو قلمت إذن اجتثت أي اقتلعت حسب سياقها داخل الجملة إذن اجتثت أي اقتلعت ثالثا ما الكلمة التي تبين جنس الكاتب ذكر أم أنتا من النص سوف نستخرج هذه الكلمة التي تبين أن الكاتب هل هو ذكر أم أنتا نعود إلى النص ماذا نقول كانت الغابات منتشرة في ضواحي قريتنا الهادية وكانت الطيور آمنة في أوكارها والحيوانات ترتع في جنباتها وكنا نحن ننعم بهواء النقي وبعد سنوات جثت الحفارات والجرافات أغلب أشجارها فهجرتها الطيور وصالت الحيوانات مكشوفة ولم تبقى هذه القرية كما كانت سرت حزينا على قريتي لاحظوا معي كلمة حزينا لو كانت أو لو كان المتكلم أنثى لقالت سرت حزينة إذن فحزينة هي تبين أن جنس الكاتب ذكر إذن نسطر عليها حزينا إذن نقول هنا الكلمة التي تبين جنس الكاتب ذكر أم أنثى هي حزينا إذن نقول هنا جنس الكاتب نكتب هنا ذكر لدينا الكلمة هي حزينا حزينا إذن هي الكلمة التي تبين جنس الكاتب أحول العبارة هذا هو الحطاب إلى مفرد المؤنث ومثل المذكر وجمع المذكر إذن ماذا نقول هذا هو الحطاب إلى مفرد مؤنث نقول في الجملة الأولى في المفرد المؤنث مفرد مؤنث مفرد مؤنث نقول هذه هذه هي هي الحطابة حطابة ثم المثنى المذكر المثنى المذكر المثنى مذكر نقول هذان هما الحطابان ثم في الجمع المذكر جمع مذكر نقول هؤلاء هؤلاء هما الحطابون هؤلاء هم الحطابون أشكل ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص ونشكل نقول كانت 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 الغابات منتشرة يجب أن ننصب خبر كان في ضواحي قريتنا وكانت وكانت طيور آمينة في أوكارها والحيوانات ترتع في جنباتها كذلك لدينا وصارت الحيوانات وصارت الحيوانات مكشوفة السؤال السادس ماذا لدينا أملأ الجدول من السطر الأول نعم سطر أول من النص إذن ناسخ فعلي اسمه خبره لدينا الجملة الأولى كانت الغابات منتشرة الناسخ الفعلي هو كان اسمه الغابات الغابات خبره منتشرة 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 نكتب هنا كانت بالتأ لأن التأ هنا تأت نتلامح لها من هذه العرب كانت الغابات منتشرة ثم لدينا كذلك كانت طيور طيور آمنة وخبر كان منصوب كذلك لدينا إذا شئنا نضيف نضيف الجملة صارت الحيوانات نعم مكشوفة 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 من هكذا نأتي على نهاية حصة التطبيقات الكتابية أضرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله دمتم في حبد الله ورعايته وإلى اللقاء